بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي حكم على كل الكائنات بالفناء والذي تفرد وحده سبحانه عز وجل بالبقاء والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الآية القرآنية تيبي لنسيد ربي سبحانه عز وجل الحكم دي لفلكائنات كلها كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزه عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغروف هذا الحكم دي المولان الكريم هالكائنات كلها بالفناء كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فكلنا قد يندق الموت وما كيش شي واحد لما تجرعش المرارة دي الموت كيش شي واحد لما تليه شي واحد حبيبه قريبه جاره شي واحد من الأقارب دي له فبتالي أن الموت حق كأس كل الناس يشاربه وهذا الموت هو انتقال من عالم إلى عالم انتقال من دار البلاء إلى دار الجزاء من دار دي الدنيا الفانية من دار دي الباقي اللي عن سيد ربي الكريم سبحانه عز وجل ولكن الإنسان يطرح سؤال على رأسه ويقول من حالة باش ينتقل من هذا الدار لديك الدار الباقية من هذا الدار الفانية كين حوية جاءت لي لعضاء عليك في هذه الدنيا يمكن لك تداركهم ولكن علاقتك بها سيد ربي الكريم سبحانه عز وجل ليلة تخربات ويلة تختمت لك هذه المرحلة دي الحياة مشكلة عن الإنسان كي يدير تداركها أبدا كي يدير يعود يندم ويعود يرجع ولذلك في القرآن الكريم تقلنا الله عز وجل على الحالات لكي يندم فيها الإنسان الحالة فاش كي يجيو الملائكة يخذوا الروح دياله من قبل أياتي أحدكم الموت فيقول ربي لو لا أخرتني إلى آجل قريب فأصدق وأكون من صالحين تكي يجيو الملائكة يخذوا الروح دياله عادي في قبل قلبة عادي كي يتمنى كون يتمدد له شوية في الآجال كون يتزاد له شوية في العمر اكتر من العمل الصالح ولكن أن له ذلك كي نعود حالة أخرى من بعد ما كيحكم الله تعالى على الكائنة كلها في الآخرة وتيقول يا ليتنا نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل ولذلك الإنسان يخذوا يتطاعد يخذ الإنسان يطاعد السؤال على رأسه ويقول آش وجدت فهذه الرحلة اللي أنا فيها آش وجدت هذا المصير اللي هو كي ينتظرني آش ندرت بني وبين مولانا الكريم سبحانه وعز وجل يتذكر الإنسان الموت وهي معانا دايما بل أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا باش نتفكرها دائما حيث كان نعسوه كان بغير ونعسوه خسنا نعسوه بأفضل عزائم مين؟ عاش الإنسان على شر الهزائم بل أفضل عزائم عزيمة قوية ناوي النوت للفجر ناوي النوت قبل من الفجر ناوي ذلك شركعات بني وبين مولانا سبحانه وعز وجل نصلي شركعات في جوف الليل وصلي ركعتين في جوف الليل لظلمة القبور ناوي ومناس بعدما حاسبت راسي بعدما ذكرت الله تعالى بعدما توجهت المولانا شنو كنقول في الدعاء؟ باسمك اللهم أموت وأحيا هانا كنذكر الموت ثم كذلك حيتكيرد لي الله تعالى الروح ديالي تعالى الروح ديالي لأن نعس على أفضل العزائم نويت باش نفيق نويت باش نوقف بين مولانا الكريم سبحانه وعز وجل أول حاجة كنقولها كنقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور فهنا ذكرت الموت تعالى فالإنسان المومن دائما كينأسه وكينذكر الموت وكيحل عينيه في الآخر ديالليل أو لمع الفجر إن غافلة وهو يذكر الله تبارك وتعالى وكيتذكر الموت ويتذكر الفضل ديالسي داربي الكريم عليه ويتذكر النعم ديالسي داربي سبحانه وعز وجل بأن نرد إليه روحه هذه الروح اخداها الكمولنا الله يتوفى لأنفسها حين موتها والتي لم تموت في منابها ولكن كان من الممكن بيرددارك سيد داربي الكريم ولكن أمهلك الله أعطى كمهلا أعطى كفرز أخرى باش تعاود ترجع عليه باش تعاود تقاد أمورك مع سيد داربي الكريم سبحانه وعز وجل وهو الذي جعل الليلة والنهار خلفة لما نراد أن يذكر أورد شكورا باش يتذكر الإنسان باش يصلح حاله مع الله باش يوجد من العمل صالح باش يوجد الآخرة دياله ويقاتش غلطه مع سيد داربي الكريم ولذلك الموت ثلاثة ديالنقيطات نركزه فيها الموت قريب والموت طبيب والموت حبيب الموت قريب قريب لنا ما عندناش ضمانة بأنه إلا صبحته في الصباح هتقلست اللعشية وإلا قلستي في الليل ما غدتصبح في الصباح ما عندكش ضمانة أبدا ولذلك قال سيدنا بن عمر رضي الله عنه إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح ما عندكش نهائيا ضمانة فبالتالي أن الموت قريب لنا شحال من الوحد كان صحيح قد داله سيدنا ربي الكريم سبحانه وعز وجل للروح دياله عندك ليخذ لي ربي سبحانه وتعالى الروح فحضل اللحظة ونكون فيها غافل على سيدنا ربي ونكون فيها مدير والو وبين مولنا سبحانه وعز وجل وعندك ليخذ لي ربي روحي في شي حالة ديال المعصي ينسأل الله تعالى الحفظ والسيدر فدائما نتوب إليه ودائما نتصلح معاه ودائما نكترم العمل الصالح وإحنا مجدين وإحنا بهيئين ولذلك تنقول احتف الدعاء اللهم يجعل خير أعمالنا خواتمها وأسعد أيامنا يوم لقائك باش تكون ذيك اللحظة ديال اللقاء ديك مع مولنا من أسعد لأيام في العمور ديك الموت قريب والموت طبيب هذا الموت طبيب لهذا النفوس القبيحة طبيب لهذا النفس الأمارة بالسوء طبيب لهذا النفس اللي كتميل الفواحش اللي كتميل المعاصي اللي كتبغي الدنوب النهار تكون قاسية وتحس بقلبك بأنه راح تتغلف وتحس بقلبك بأنه بعد عن الله وتحس بأن قلبك لك يميل الدنيا ولك يميل المعاصي والشهوات شنو تدير؟ كترم الموت ولذلك قدنا نبيسون أكثر من ذكر هادم اللذات نظروا المقابر فهي تذكرنا بالآخرة نمشيهم على الجنائز تذكرنا بالآخرة نغسلوا الأموات كتذكرنا بالمصير دينا كتذكرنا بأن الدنيا فانية والباقي الوحيد هو صدر بالكريم ثم الموت حبيب قريب طبيب حبيب الموت مش يعده دينا وإنما هو ينقلنا إلى الإله الكريم جل جلاله فهو حبيب المؤمن وموته تحفة المؤمن تقول للإنسان يستريح من العمل دي الدنيا يستريح من ذلك الجهد اللي كان يديره في الدنيا يستريح من ذلك الابتلاء اللي كان معرض له ذلك الاختبار وذلك الامتحان باش يشوف نتيجته وانتقل عن صدر بالكريم عن صدر بالحنين ولذلك يحكى عن أحد الصالحين أنه كان يصارع سكرات الموت وفي ذلك اللحظات فس كان يشكين كيصارع سكرات الموت بدأت البنية دياله وكتنكي وكتقول وكرباه وكرباه ومصيبته الله سبحانه عز وجل ثبته وعندما استيقض رضله الله عز وجل القوة دياله قال هلَا تَقُولِي وَكَرْباهُ بَلْ قُولِي وَفَرْحَتَهُ غَدًا أَلْقَلْ أَحِبَهُ مُحَمَّدًا وَصَحْبَهُ ما تقوليش هوا كَرْبَاهَ ما تقوليش هذات المصيبة بل قولي وفرحتاه غَدًا أَلْقَلْ أَحِبَهُ مُحَمَّدًا وَصَحْبَهُ هكذا الإنسان المؤمن كيف رح بلقاء الله وكيف يجد ويتهيى وكيف تكون الحالة ديلة وأسعد اللحظة عنده هي ذي كل اللحظة وكيف يمشي عند مولانا الكريم أسأل الله تعالى يختمينا بالحسنة أسأل الله تعالى يجعلنا بالإحلامه ومن أهله وخاطره اشتركوا في القناة